تربط البداية لدور الأبطال دور الأبطال يعني بطولة غالية علينا جدا جدا نتمنى إن شاء الله لهذا الجيل يحققها هذا الموسم إن شاء الله بإذن الله الزمالك قادر على تحقيق هذه البطولة الزمالك اللي بيخش بطولة لازم يخدها وعلى الأقل ينافس فيها التوفيق وعدم التوفيق هو اللي بييجي في الآخر بيحكم كل هذه الأمور ولكن لابد أن يكون هناك نزعة الفوز سواء في الدور التمهيدي ثم الدور الثلاثين وستاشر ودور المجموعات إن شاء الله بإذن الله يكون وشنا حلو السنة دي على نادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله وياخد هذه البطولة الكبيرة التي سوف تؤهل الزمالك إلى كأس العالم دي الأندي مباراة في منتقى الأهمية صفقات الحمد لله إن كان أنا ما طلعتش معاكم بالإسبوع حدث كهيرة جدا جدا حدثت هنتكلم عنها كلها إن شاء الله بإذن الله اتباعا ولكن مباراة الغد وراء لها أهمية كبيرة جدا ضربة البداية لابد أن تكون قوية انظار لكل الأندية نادي الزمالك يمتلك مجموعة من اللعيبة الكبيرة جدا جدا عناصر قوية عناصر دات خبرة عناصر الشباب بالتأكيد كلنا متشوقين إلى ضربة البداية الأفريقية غدا إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة إن شاء الله جيدة نادي الزمالك كلنا منتظرين أداء الزمالك منتظرين الصفقات الجيدة صحيح ما فيش صفقات سافرت مع الفريق ولكن مستر فريرة طبعا عارفين أنهما هيخشوا على دور الـ 32 على طول وحتى المجموعة اللي هتيجي فيما بعد إن شاء الله اللي سوف يتم إبرام التعاقد معها إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيبقى من دور دور المجموعات بإذن الله ودور المجموعات هو الأقوى يعني دور المجموعات هو الأقوى